بنسأل وليه الجو حر جداً يوندوله لسه خلاص يعني مفروض انه الصيف قرب قالك لسه فضل عشر ايام على بداية فصل الصيف لكن الجو حر جداً وفقاً للتقييم القبطي احنا في شهر بقونا وده شهر الاعلى في درجات الحرارة واحنا يعني اهلينا زمان وجدودنا كان عندهم مجموعة من الامثال الشعبية القديمة على الشهر ده كانوا بيقولوا ان بقونا بيخلي المياه تغلي في المعونة من ارتفاع درجة الحرارة او بقونا ابو الحرارة من العونة فارتفاع درجات الحرارة شيء طبيعي لكن الملاحظ هو ان الموجات شديدة الحرارة بتستمر فترة طويلة وممكن تقعد اكتر من اسبوع او عشر ايام وده احنا مش بتعودين عليها بسانت بقونا ابو الحرارة الملعونة حلو هلو درجة الحرارة بترتفع فيه جداً يعني وده شيء متوقع وطبيعي لكن الفكرة التقلبات اللي بتحصل دي صعب قوي انت عرف زمان يمكن كانت الموجة الحرارة دي بتبقى يوم يومين تلاتة على اقصى تقدير لكن دلوقتي احنا بنشوف الدرجات الحرارة العالية دي بتقعد معانا مطولة شوية الموضوع اختلف عشان كده احنا حاسين ان الجو الحر ده مكمل معانا فلازم احنا يعني ناخد احتياطاتنا والاجراءات الواقائية ان احنا نبتعد قدر الامكان عن التعارض المباشر لاشعة الشمس يمكن دكاترة كتير لما بيجوا معانا في البرنامج بيعودوا يقولولنا لازم نشرب مية كتير ناخد بالنا كويس قوي ان احنا ما نتعرضش لاشعة الشمس المباشرة لو احنا مضطرين نعمل ده ناخد معانا فوطة ساعة ونبتدي نحطها على رقابتنا لان ده هيقلل شوية او هيساعد الجسم انه يبرد حرارته فبالتالي ما نتعرضش للاجهاد الحراري اللي ممكن ناس كتير قوي تتعرض له بسبب درجة الحرارة المرتفعة صحيح بكل تأكيد ليه تأثير كبير جدا ومش بس تأثير كبير على الانسان وعلى صحة الانسان وان كان طبعا زي ما كانت بسانت بتقول كبار السن اصحاب الامراض المزمنة من المفترض ان هما ما يتعرضوش قدر الامكان لاشعة الشمس بشكل مباشر لكن تأثيره بيتخطى كمان انه بيأثر على الانسان لا كمان بيأثر على المحاصيل الزراعية وده برضو احنا بنتكلم عنه بشكل شبه يومي بيأثر على المحاصيل الزراعية بيأثر على الثروة الحيوانية وعشان كده وزارة الزراعة بتكثف من التوعية للمزارعين والمربين لحماية المحاصيل والثروة الحيوانية والدجنة من الحرارة الشديدة وتخفيف تأثيرها كمان ده حقيقي يا شازلي عشان كده احنا النهاردة بقى هنتكلم بشكل مفصل عن تأثير الحرارة الشديدة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وإيه التوصيات اللي يمكن لازم يلتزم بيها المزارعين والمربيين فابقوا معنا في خلال الحلقة عشان نتعرف مع بعض على أهم هذه النصائح مرة تالية بنصبح على حضرتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يومص